انا عارف ان كابتن حسام لو اختار اي حد في ظل المستوى اللي احنا بنشوفه ده الناس كتير هتنتقدوا بس هو بصراحة مظلوم لان على الحالة اللي موجودة لللعيبة والحالة اللي موجودة الفنية اللي موجودة في الدور المصري بتصعب اي حد بتصعب اي حد اختيارات مقوماته الكورة اساسياته الكورة مش موجودة النهاردة اللعيبة مع احترامي لمدة حوالي 80 دقيقة مفيش كورة في وسط الملعب بتحس والبس غلط والتحركات غلط وحتى التزديدي بقول لك اشغل باولو اسمه ايه بامبو هو من اللعيبة بصراحة النهاردة هو الهدف المميز هو الهدف الكويس جدا بصراحة النهاردة اللي في المباراة بالكامل اما في مجمل في مجمل المباراة الاداسة مفيش فنيات مفيش تحركات مفيش سرعات مفيش باس مفيش جمل تاكتكي يعني النهاردة كابتن طارق مصطفى بصراحة يعني في حاجات كده بعض الطرق اللي كانت موجودة في الملعب اللعيبة ملهاش شكل مع احترام الكابتن طارق يعني هو اخ وكابتني وكل حاجة بس مفيش شكل يعني النهاردة البنك الاهلي ما شفتش ليه شكل ولا شفت ليه حتى خطة او طريقة او طريقة بتتلعب رغم ان الامكانات اللي موجودة اسمه في اسمه كتير جدا لعيبة كتير جدا كاريم بامبو فيه وسامة فيصل مدبولي مدبولي كان بلعب في الاسماعيلي وكان لعب في فترة في الزمالك برضو فيه يعني فيه اسماء لعيبة عندها الخبرات في الدوري عندها الخبرات في الكرب مصرية فيه ابو جبل حارس مرمى يعتبر حارس مرمى منتخب مصر يعني عندك المقاومات وعندك التشكيلة وعندك اللعيبة اللي تقدر تعمل بهم شكل كويس جدا النهاردة ما شفناش كابتن طارق ما شفناش شكل حتى فاركو برضو النهاردة يعني اللعيبة كانت ممكن تكون حماس لعيبة فاركو كان افضل من لعيبة البنك الاهلي عمري جمال رامي صابري فيه يعني دي الناس اللي هي المعروفة والناس اللي هي من الاخر اللي ليها اسم كويس جدا في الكرة المصرية نتمنى ان نشوف الفترة اللي جاية كرة نتمنى نشوف تاكتج نتمنى نشوف مقاومات لعيبة كرة لان فعلا بالمستوى اللي احنا شايفينه ده من خلال مصادرنا ان كابتن حسام كابتن حسام حسم مش مبسوط مش مبسوط ان الكرة المصرية بالشكل ده وان فعلا الله يكون فوقونه بصراحة هو يختار ايه وانا بقولك هو جماعة اي لعيب هيختاره واي لعيب حتى هيبتدي يتقل اسمه في الاختيارات انا بقولك هيتاج مهلا ان هو ده اللي موجود مفيش حد لفت النظر مفيش حد مفيش حد حتى مبشر ان هو يتقل عليه ان هو يبقى لعب منتخب مصر في الفترة اللي جاي نتمنى نشوف الفترة اللي جاي لعيبة نتمنى نشوف كرة عايزين نستمتع بالدور المصري مايبقاش الواحد هو بيتفرج حزين على الكرة المصرية حقيقة لو الواحد لكل الناس لو حد تابع المباراة هتحزن هتحزن على الحالة اللي كانت موجودة هتحزن على الحالة الحالة الفنية حتى للعيبة على مستوى اللعيبة نتمنى ان مايبقاش في مجاملات نتمنى ان الاندية تختار لعيبة مستوى كويس نتمنى الاندية تشوف لعيبة ليها مستقبل انا بالشكل ده والله اللي احنا بنتفرج عليه انا بقولها احنا كمان سنتين هنوصل لمرحلة صعبة هنوصل لمرحلة دوري هواء يا جماعة اذا كانتم متخيلين اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي هو دا الشكل مال بعد سنتين عاملين ايه الخصوصي كمان ان انت معندكش قاعدة من النشائين طلعة او مستوى لعبة من النشائين طلع مثلا مبشر اللي هو بيتقال جيل جديد احنا بالشكل دا فعلا بعد سنتين او قال من سنتين كمان هنبقى دوري هواء هل ممكن نوصل لكده اتمنى المدربين واتمنى كل القطاعات اللي في الاندية قطاعات الناشئين شوفوا طلعوا ناس طلعوا لعيبة اهلي زمالك الاسماعيلي ابتدوا استكشفوا اكتشفوا لعيبة لان بالحالة دي فعلا داخلين في مرحلة صعبة جدا للكرة المصرية في الفترة اللي جاي